الرئيس سيسي يستقبل وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمباوت الشخصي للرئيس سالفاكير الرئيس سيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي لأول مرة المخابرات العامة المصرية تنظم منتدى دوليا لمكافحة الإرهاب بالقاهرة بحضور وفود أمنية واستخباراتية من 44 دولة السابعة مساء بتوقيت القاهرة مجاز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد ديوم ماتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمباوت الشخصي للرئيس سالفاكير وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسلم السيد ماتوك السيد الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سالفاكير وذلك لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري وتأتي استكمالا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسة المكونة للجبهة الثورية السودانية وطلب الرئيس السيسي من جانبه نقل تحياته للرئيس سيلفاكر متوجها سيادته بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع الهم والتي تأتي اتصالا بالجهود التي تبذلها مصر دعما لاستقرار السودان الشقيق وحرصا على مقدراته كما أكد السيد الرئيس أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان مؤكدا سيادته أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان من جانب آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019-2020 المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد الدكتور إهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019-2020 حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما كما وجه السيد الرئيس بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري مشددا سيادته على ضرورة ناكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادت جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية نظم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة المنتدى الدولي الاستخباري الأول لمكافحة الإرهاب يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والاستخبارات في أربعة وأربعين دولة من مختلف دول العالم وقد ركزت المناقشات والأوراق العديدة التي تم طرحها خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بجانب رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات وقد صدرت عن المنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنصيق الدولي حول الأنشطة الإرهابية مع تجنب ربطها بأي عقيدة دينية باعتبار أن الإرهاب لدينا له تنتلق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع بعنوان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية في الفترة من الخامس عشر إلى السادس عشر من أكتوبر الجاري وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشارك في هذه النسخة الخمسة وثتين مستثمرا من أكبر المستثمرين بالخارج إضافة إلى ممثلات المعنية ورؤساء كبرى الشركات ومنظمات المجتمع المدني شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال المال والأعمال من المصريين بهدف دمج دور المستثمرين المصريين بالخارج في جهود التنمية ضمن إطار استراتيجية الحكومة 2030 وحول العدوان التركية على سوريا أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية رفضه القاطع لأي محاولة تركية وكل المحاولات الأخرى المستهدفة فرض تغييرات ديمغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوى في إطار ما يسمى بالمنطقة العازلة باعتبر أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولية وطالبوا بوقف العدوان وأن سحب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية وحملوا تركيا المسئولية تكاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش الإرهابي وطالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابيره لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري وحثوا كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا الصياق مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية وقرر وزراء الخارجية العرب أن نظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري لمواجهة العدوان التركية وقرر الوزراء تشكيل لجنة عربية لمتابعة التدخلات التركية في الدول العربية ورافع توصياتها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري مشاهدين انتهاء موغز الأخبار شكرا لحصن المتابعة